موسيقى 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 بسهل خير عزائي المشاهدين في برنامجنا حلم وفكرة كل ست بتحب ان هي تبقى جميلة وانيكة وتبين قنستها بس ده مش هيبان من فراغ اكيد هتراعي ان انتي تخلي بالك من شكلك هتخلي بالك من جمالك هتخلي بالك من قنستك والنهاردة معانا ومعاكم نورنا دكتورة الاء الشبراوي اخصائية شعر ووجه اهلا بك يا دكتورة نورتيني النهاردة ايبنا يخليكي سكرا قوليلي يا دكتورة اهم حاجة الوش بتاع الست طبعا ازاي اعتني بوشي وايه هي انواع البشرة اوكي ميشي هي انواع البشرة ثلاث انواع دهنية ومختلطة وجفة طبعا كل نوع بيبقى بعرفوا مثلا ان البشرة الدهنية بتبقى السيبن بيبقى في كل البشرة دهون بتبقى كلها البشرة المختلطة لا في ناس بيانا بتبقاش عارف ان بشرتي مختلطة ولا دهنية عشان بتبقى نفس نفس اه قريبة جدا منها اما البشرة المختلطة بتبقى على T-zone بيبقى في دهون فيها بقع لا يعني ما بتكلم عن الدهون أعرف بشرتي دهنية ولا مختلطة المختلطة بتبقى تيزون حرفي تي ده بيبقى فيها الدهون كتيرة أعتني ببشرتي من سنة قد إيه أعتني بالبشر من بعد سنة العشرين من بعد سنة العشرين عشان دورة الجلد الميت بتبدأ تطلع من بعد سنة العشرين أبدأ بقى بالروتين جداعي اللي هو غسول تونر سكروب بعدين نايت كريم لو الصبح بحط سام بلوك طيب بصي فيه تقنيات حديثة جدا للبشرة إزاي أعرف إيه التقنية اللي تمشي مع بشرتي ما هو على حسب الحالة يعني أنا الكلينت بتجلنا العيادة وبعد كده بنبدأ نكشف ونشوف الحالة محتاجة إيه فيه أكتر من جهاز يعني تريتمينت عندنا أكتر من تريتمينت زي الأجهزة جهاز الهيدرافاشيال زي درمابان زي أجهزة المايكرو نيدلينج كلها على حسب الحالة فإحنا بنحدد طيب الأجهزة دي قوليلي إيه أضرارها وبتعمل إيه في الوجه الهيدرافاشيال والدرمابان قوليلي عيوبها ومميزاتها بصي هو ملهوش أي عيوب إلا لو استخدم غلط يعني لو استخدمناه غلط أو حد مش متخصص يستخدمه ممكن يجيب نتيجة عكسية يعني الدرمابان لو استخدمتها غلط بتستخدم في إيه؟ يعني اللي لكل جهاز بيستخدم في إيه؟ بيزبط إيه في الوجه؟ الهيدرافاشيال هو تنظيف عميق بيعمل إكسفولياتينج للبشرة بنبدأ نشيل طبقات الجلد الأولانية الميتة؟ آه طبقات الجلد الميتة طبعا بأكتر من هيد بيعمل دي الطبقات دي بتبقى نتيجة العوامل اللي هو الهوى والتراب والشمس والشمس طبعا طبعا وحتى التغذية يعني كل ده الجهاز الهيدرافاشيال بيعلجوا على حسب برضو الحالة لكن الدرمابان بقى بتعالج مشاكل أكبر شوية زي مشكلة الحفر البجمنتيشن أو فيه وجوه بتبقى الحفر فيها صعبة جدا يعني هي الدرمابان بتحفز إنتاج الكلجين والإلاستن في البشرة دي بتدي نظرة؟ آه طبعا أصلا بعد الساشن على طول أول حاجة بتحسيها والبشرة بتبقى ماش دودة جدا حتى الكلاينت بتبقى حسب شدة قوي في البشرة بلس إن بتبقى نظرة بعد أسبوع بقى بتبدأ تقشر طب دكتورة هينزله معنا جهاز الدرمابان اللي انت بتشرحي دلوقتي اللي هو بيزبط لنا بشرتنا إذا كان فيها حفر أو فيها بقع صح؟ آه تمام أوكي وبيد ريجفينيشن حلوة قوي آيوة هو ده الجهاز؟ آه 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 جهاز كويس جدا يعني مناسب لكل أنواع البشرة آه مع هذا البشرة الحساسة والبشرة اللي فيها حبوب فاحنا لازم نستخدمه صح الحبوب على ما أعتقد اللي هي بتطلع في سن الشباب بس ولا فيه بعد سن الشباب لا لا فيه ممكن عادي مش لازم حبوب شباب بس آه يعني الجهاز ده ما ينفعش مع حبوب أو آه البشرة الحساسة إنها مش بتستحمل أي حالة آه 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 إحنا يعني بذبط السن بقى على حسب المشكلة بتاعت البشرة الكشف بتاعتك هو اللي بيحدد آه طبعا ما لازم أوكي طيب دلوقتي فيه ماسكات برضو طلعت جديدة بتذبط الوجه وكده آه كلميني شوية عن المسكات اللي هي الدوئية وكده آه فيه أكتر من ماسك مناسب للبشرة آه بس على حسب نوع البشرة برضو فيه زي الرابر ماسك ده عبارة عن باودر ببدأ أخلطه بالمية وبعد كده بحطه على البشرة آه ده بيبقى كله فيتامينز زي فيتامين سي الإنجريدينز بتاعته كلها بتبقى كويسة جدا جدا للبشرة آه فيه زي ماسك الجيبس الجيبسون باك ده عبارة عن ماسك بيفتح مسام البشرة ماسك الجيبس اسمه غريب شوية آه ما هو ده بنستخدمه في الكوريا الجنوبية ده جهاز ايه دكتورا؟ ده جهاز الهيدرافاشيال وفيه أكتر من هاد يعني هاد الأولانية دي الفاكيوم دي بنشيل بيها البلاك هادز والوايت هادز والدهون الثاني هاد اللي هي الأولانية ده جهاز متعدد الاستخدامات هو بيعالج بيعالج حتى التجعيد الخفيفة رينكلز والفاين لاينز هنيجل التجعيد دي إنها مشكلة جدا عند كل ست يعني بس هي يعني هو بيعالج التجعيد الخفيفة لكن طبعا مش التجعيد بقى العميقة آه 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 وبعدين هو المفروض أصلا دوريا إحنا بنستخدمه مرة كل عشرين يوم ماكس ما مرة شهريا يعني يعني اللي يعمل يشتغل بالجهاز لازم كل عشرين يوم أو يستخدمه بعد عشرين يوم كل عشرين يوم المفروض ده أنت بتنظفي بشرتك بنعمل اكسفولياتينج بنشيل الجلد الميت فده إحنا بنخلي دايما البشرة منتعشة طيب نتكلم بقى المسكات نرجع لها تاني المسكات قولت زي رابر ماسك وفيه ماسك الجبس ده أصلا بيستخدموه في كوريا الجنوبية وإحنا عارفين كوريا يعني بشرتهم عاملين ازاي ده بعد ما بشيله هو بيفتح المثام حتى لو حطيت سيرام أو أمفل أو أي برودكت البشرة بتستجيب لها بطريقة حلوة جدا بس مش مناسب لكل أنواع البشرة زي البشرة اللي فيها حبوب أو البشرة حافية المناسب أو مش المناسب هي حضرتك اللي بتقولي الدكتورة هي اللي بتحدد اللي يناسب كل بشرة و اللي بيناسب كل ستك وحسب سنها كمان صح؟ طيب الدرمة بينه إيه استخداماته؟ احنا قلنا بتستخدم في الرنكلز برضو الخفيفة زي لو فيه مثلا تجعيد خفيفة التصبغات بتاعة الشمس أو بتاعة حب الشباب الحفر كل ده بتعالجوا الدرما بلانيا بس هي بتبقى أعمق شوية من وبتدي كمان ريجفينيش ده جهاز يا دكتورة؟ ده الدرما بلانينج ده بنشيل الطبقة الأولينية من الجلد بنعمل لها زي هي طول زي كده هي طول زي المشرت بينه وبين الجهاز التاني الدرما بان؟ الدرما بان؟ ده حاجة وده حاجة ده بيشيل أول طبقة وإحنا بنشتغل طبقة الجلد الميت حتى لما بنحط بعده سيروم البشرة بتستجيب لها أكتر من وانا حتى من غير معامل درما بلانينج طبعا بتبقى برضو مرة كل شهر يعني مع جهاز ده الفرق بينهم؟ لكن لا جهاز الدرما بان بيبقى عميق أنا بشتغل على طبقات الداخلية لكن الجهاز هنا بنشيل بس أول طبقة من البشرة اللي هي النيدل دي طيب إزاي أعرف بشرتي محتاجة الأجهزة دي ولا لا؟ ما هو على حسب بقى أنا بشوف الكشف آه الكشف بيتحدد فيه كل معنا جهاز ثاني يا دكتورة أقول إن الجهاز إيه دوات؟ ده جهاز السكرابر سكرابر ماشين ده برضو بيشيل البلاك هيدز والوايت هيدز بيشيل الدهون إحنا أصلا بناخد كزا ستاب قبل ما بندخل على جهاز الهايدرافاشل اللي هو احنا بنشيل أول طبقات الجلد أكثر بقى من طول وده منهم يعني السكرابر ماشين طيب فيه وشوش فيها اللي هو البقى عادية والتأشير تأشير الدوئ ده بيشيلها؟ لا مش تأشير الدوئي المسك الدوئي المسك الدوئي المسك الدوئي ده برضو بيبقى من ضمن الهيدز بتاعة الجهاز الهايدرافاشل هو أصلا كل دوء بيعالج مشكلة معينة في البشرة يعني فيه بيعالج التجعيد فيه لون بيعالج البجمنتيشن ليه ألوان فبيعالج بيها البشرة؟ كل لون بيعالج مشكلة معينة في البشرة احنا طبعا بنشرح الأجهزة دي عشان جمهورنا أيوة طبعا يعني فيه ناس مش بتبقى عارفة شوية ايه الجهاز ده لا وكل لون مفروض بيعالج مشكلة معينة في البشرة طب اشرحينا معلش شرحينا يعني كل لون فيه ألوان اللون بيعالج التجعيد فيه لون بيعالج البجمنتيشن فيه لون بيعالج الحبوب التجعيد دي بتزهر بعد سن الأربعين لا فيه بنات من سن الخمسة وعشرين عادي بيطلع لها رينكلز عادي عشان عدم الاهتمام فيه أخطأ كتير جدا حضرتك قلتي ان احنا لازم نهتم ببوشنا وبشرتنا في سن العشرين فيه حد عنده تجعيد بعد سن العشرين اه طبعا فيه كتير جدا اه الماسك يا دكتورة هو اه ده الليد ماسك اه اه ده اللون الأحمر الأحمر الأورنج ده لا ده أحمر ده أحمر ده أورنج اه بيعالج الرينكلز والتجعيد وبيشد البشرة هو أصلا بيعمل ليفتنج للبشرة طيب فيه بنات بتستعمل الحاجات دي بس الطريقة غلط وبيضروا نفسهم أكتر من هما يزبطوا شعرهم ايه الحاجات اللي بتقع فيها البنات بس حضرتك تصحح حالهم أو تزبطيها الأخطاء يعني فيه أخطاء كتير مثلا البشرة ان هما بيعملوا اوفر اكسفولياتينج ان هما بيأثروا بشرتهم كتير جدا يعني يبدأوا مثلا يخلوا التأشير ده يوميا ده غلط جدا انت بتغيري طبيعة البشرة لان البشرة بتبقى متستحملش لأ وبتغيري طبيعة البشرة ده كده بيظهر لها التجعيد أسرع أكتر اه فعنا الاوفر اكسفولياتينج ده مش مصحة خالص هو المفروض مرة واحدة بس في الأسبوع أقشر بشريتي طبعا بيبقى مقشر في البيت وبيختلف من حد بيخرج على طوله حد قاعد في البيت أكيد لان اللي بيخرج على طوله بيتعرض للعوامل الجوية بالزبط لكن حد قاعد في البيت مش محتاج يعمل كل أسبوع لأ ممكن كل أسبوع هو أصلا مفروض أسبوعيا بنعمل كل أسبوع بتعملي تأشير للبشرة مش تأشير اللي هو في الكلينك لأ بعمل سكراب العادي اللي في البيت أو بنجيبه من استعدالية عادي يعني فازكة أو كاميكة البقى على حسب النوع اللي انت تستخدم دلوقتي هتنزل لنا الصور بتاع حضرتك قبل وبعد عشان نتفرق بقى على البشرة الجميلة يبقى يا خليل وشرح لنا دكتورة الفرق بينهم ده المراخير الأنف دي ده كنا عاملين جلسة بلازماج ده لتصغير الأنف بدون جراحة بدون أي حاجة بتصغير الأنف بدون جراحة؟ ده برع عن نوع ليزر معين بينزل على الجلد فيعمل انكماش للجلد حتى بيرفع الجفون الجفون اللي هي في سن كميكة فأكثر من حاجة أكثر من مشكلة العميق بجهاز الهايدرافاشيال شايفة فرق السور بيكورن أفتر في نضارة تحت بالضغط شوفتي المناخير بتلمع والبشرة أصلا بيبقى النضارة؟ آه لماعين وجلوي كده هو التأشير والأجهزة دي بتدي ضي للوش بتخلي ست مبسوطة بس المهم أستخدمها صح أعرف أستخدمها إزاي هو إحنا بننصح جمهورنا أنه ما يعملش مع نفسه يعني عندي دكتور متخصص كمان لو أنت هتعملي تنظيف لنفسك في البيت أو تعتني ببشرتك في البيت ده مش وحش ده حلو بس أكون عارفة إيه الحاجات اللي أنا باستخدمها لبشريتي بدينا شوية نصائح كده يعني يعملوا إيه في البيت أنا بقولك زي الأوفر اكسفولياتينج إن أنا بأشر بشريتي يوميا دي من الأفضاء يعني الشائعة وكتير من البنات بيعملوها إن أنا بنزل في الشمس ومش بحط سان بلوك سان بلوك ده مهم جدا ده قصة مطلعة التجاعد بغمق البشرة وبيعمل بيجمنتيشن يعني لازم سان بلوك وكمان في خطأ البنات يعني معظم البنات عارفينه إن هما بيحطوا السان بلوك ومش بيتغير كل ساعتين بيحطوا مرة وينزل خلاص طول النهار هما بيفضل خطين طول النهار بزادة البنات اللي في الجامعة أوه لا المفروض ناخده معينا وكل ساعتين يتغير بالزبط بيحطوا قبل ما بننزل بربع ساعة طب إحنا لو قعدنا نتكلم عن الوجه مش هنخلص خالص أحسن نتكلم شوية على الشعر وطبعا الشعر ده تاج المرأة يعني كلمينا شوية على الشعر واهتمام بالشعر وإزاي نهتم بيه بوسي هو الشعر طبعا أول حاجة فيه كذا كذا المفروض أخد بالي منها إن أنا وأنا بحط البلسم على شعري ما حطوش على الفروة أحطه على إيدي لا أحطه على الشعر نفسه يعني مش الجدور مش فروة الشعر ده أصلا بيعمل تساقط لو حطته على الفروة بلس إن المفروض الكوندشنر يبقى مكتوب عليه زيرو سيليكون ده برضو السيليكون في الكوندشنر عشان ما يضرش الفروة وقتها الشعر برضو الشامبول يبقى زيرو صالفيت وإحنا بشتري البرودكت أقرأ عليه أو أسأل إنه ده يبقى زيرو صالفيت ده كل الناس مش بتهتمي بالحاجات اللي انت بتقوليها دي لا طبعا دي من الحاجات اللي ممكن اللي بتضرش الشعر اه طبعا آه فيه غسيل الشعر بشكل دولي يوميا لا طبعا ده مش ساح مرتين مفروض الشعر يتغسل في الأدية مرتين في الأسبوع مرتين ماكسما مرتين في الشتاء ولا في السيف اللي اتنين يعني السيف ماكسما بس نعرف إنه في السيف أكتر شوية ممكن ثلاث مرات يعني ثلاث مرات ما نزوت وزي ما قلت طبعا فيه بقى أجهزة بقى وفيه علاجات كتير جدا أجهزة للشعر ايو زي درمابان فيه مثلا البلازما البلازما اللي هي بتزود يعني لو فيه فراغات في الشعر بتبدأ بس البصائلة تكون موجودة لكن فيه يعني البصائلة بتكون موجودة ازاي؟ بس ضعيفة ضعيفة بس ضعيفة لكن فيه حالات البصائلة أصلا ما بتبقاش موجودة فبنتر بقى بعدها ندخل في قسم زراعة الشعر وطبعا إحنا معندنا في الكلينك دكتور شريف هو مسؤول عن قسم زراعة الشعر على حسب بقى الحالة إحنا بنحدد بقى الحالة سفير ولا الحالة خفيفة ونقدر نعالجها بالأجهزة أو بالجلسات زي الدرما بن أو البلاسينتا أو الميزو سيرابي الجروس فاكتورز فيه أكتر من حاجة بشوف ناس فرود شعرهم فيها فراغات كتير جدا ده بتاع الجيب البلاس بصح ما هو إحنا قلنا ليه على حسب النتيجة بتاعته بتبقى كم في المية بتظهر أو بعد قد إيه؟ لأ بسي هو المفروض بيبقى كورس علاجي مش أقل من ست جلسات مش أقل من ست جلسات الشعر شوية بياخد وقت ولازم نبقى عارفين ده بس هو بيوقف التساقط بممكن يطلع بيبي هير في المكان فجلسات دي حلوة جدا للحالات الضعيفة والمتوسطة طيب والمتأخرة بقى بيبقى بقى زراعة شعر زراعة شعر لازم بقى بنزرع شعر وطبعا عندنا بقى فريق طبي متكامل في كل حاجة طيب دكتورة أنت نورتينا ديني نصائح عامة كده بسرعة عشان فضلنا دقيقتين بس للأسف أوكي هو أول حاجة أن أنا أهتم داخليا الأول أن أنا أشرب ميا كتير أكل فكهة وخضار نفسية النفسية كمان بتأثر على الشعر وعلى مشكلك طبعا كل حاجة أكل فكهة وخضار كتير بلاش جانك فود وقعد بقى أطلب وكل الأكل ده مستحي خالص وبيأثر برضو على البشرة بيجيب رينكلز رينكلز وكمان اللي هو التجعيد كمان الحبوب بتطلع من الشبسي بقى أو المخللات وكده هو الأكل أهم حاجة واللي احنا نهتم بصحتنا هيبان على وشنا وهيبان على شعرنا قبل كمان نعمل أي جلسات أو أي روتين ده الأساس في الأول الأكل الأساس وبعد كده بالروعي لو فيه تأثير أو أي حاجة كملي حضرتك بس طبعا اننا برضو معظم البنات بتشوف وصفة معينة تروح تجربة ممكن ما تبقاش مناسبة لها لأن كل بشرة مختلفة على التانية بالزبط يعني هي بشرتها غير التانية فلازم أعرف طبيعة بشريتي إيه عشان ما غيرش طبيعتها ممكن الاهتمام الزيت برضو بالبشرة على الفكرة مش أحسن حاجة يعني اننا أجيب كذا برادكت وقعد أستخدم ليه صبحة وليه ده مش صح أعرف نوع بشريتي وإيه المنتجات المناسبة لها وابدأ أستخدمها زي السيروم مثلا هالرونيك أسد أنا بلاقي كذا بنوتا جات جايبة سيروم فيتامين سي سيروم هالرونيك أسد مش عارفة سيروم كوليجين كذا حاجة ما هذه الأخطاء اللي بتوع فيها البنات وعشان كده يعني حضرتك بتقول لهم النهار ده فأنا أستخدم حاجة مثلا هالرونيك أسد أنا عندي المشكلة بتاعت مثلا هالرونيك أسد بيملل الوجه بيملل الوجه بيتخينه شوية شوية يعني فطبعا هو بيعود الميا في الجسم فأنا أشوف دي المشكلة دي عندي أصلا ولا لأ لو مثلا فيه بيجمنتاشن عايزة أفتح بشريتي شوية ممكن أستخدم سيروم فيتامين سي فهو على حزب المشكلة أبدأ أستخدم الروتين المناسب إيه اللوجو بتاعك هنزل على عيادة ده اللوجو بتاع حضرتك ده أنا تابع دكتور استشاري محمد ريدا تابع التيم بتاعه أنا مسكة الفيشيل هناك وإحنا أكتر من قسم فيه كمان عندنا علاقة طبيعي ونيوتراشن وطبعا قسم زراعة شعر ده أهم قسم ده زراعة شعر أه دبعا عشان الشعر بيفرق جدا مع الست في البيت كمان حتى لوهي موحك جابها برا أو كمان في تصغيري جابها وفيه للحواجب فده كله بيحدده دكتور شريف روزي عندنا في العيادة فيبقى على حسب بقى الكشف احنا بنشوف بقى بنعمل جلسات ولا بنعمل زراعة شعر شعر طبو الحواجب عادي فيه زرعة برضو ليها هو برضو بيشوف الحالة وبيبدأ يعني حدد هنعمل ايه هينفع طبعا زراعة شعر ولا لا ما عليش تكملي بس النصائح اللي كنت بتديها للبنات عشان بس يستفيدوا مننا احنا قلنا ان احنا طبعا شرب المياه طبعا مهم جدا جدا يعني داخليا برضو برضو اللي هو ايه ما اجربش حاجة في البيت يدخل جوه طبقات البشرة فهم بيخراموا البشرة تمام ويبدأوا يحطوا السيرم ده غلط جدا دي معلومة غلط جدا ما هدي من الاضرار اللي هم البنات بتعملها نحنا عندنا في الكلانيك بنستخدم ميزو سيرابي ميزو سيرابي جروس فاكتورز على حسب المشكلة ابدأ ادخل بقى الفيتامين ده جوه البشرة هو اصلا بيبقى يعني الانجريدينس بتاعته معمولة انه هو يدخل جوه طبقات البشرة دكتورة انت شرفتين ونورتين النهاردة واستفدنا منك جدا جدا متشكرة جدا على استجابة حضرتك اعزائي المشاهدين اتمنى نكون اسعدناكم وحضرتكم استفدتوا مننا ومن الدكتورة طبعا على وعد جديد ولقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا حلم وفكرة اشتركوا في القناة